إذن هل تنتهك إسرائيل معاهدة السلام مع مصر وذلك في حال أنها قامت بشن هجوم واسع على رفح هذا إذن ما تنص عليه الاتفاقية المبرمة بين القاهرة وتل أبيبة مع تطورات الحرب على غزة وفي سيل المخططات الإسرائيلية الرامية لمد العمليات العسكرية إلى رفح تواجه إسرائيل اتهامات بخرق وشيك للمعاهدة التاريخية التي لا تزال سارية إلى الآن ولكن كيف ذلك؟ قسمت المعاهدة شبه جزيرة سيناء إلى ثلاث مناطق هي المنطقة ألف وباء وجيم وتضمنت وجود منطقة رابعة وهي المنطقة دال المنطقة دال تضم محور فردلفي الذي أصبح أخيرا في صلب الخلافات بين البلدين وقد يدفع بإسرائيل إلى انتهاك اتفاقية السلامة على الرغم من أن الاتفاقية تتيح وجودا إسرائيليا محدودا ضمن هذا الشريط العازل لكنها تمنع وجود أي مدرعات أو مدفعية أو حتى طيران إسرائيلي لذلك فإن أي دخول لقوات مدرعة أو مدفعيات هو اختراق إسرائيلي واضح لمعاهدة السلامة في وقت سابق حذر رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر ضياء رشوان من أن إعادة احتلال محور فردلفي سوف يؤدي إلى تهديد خطير وجدي للعلاقات المصرية الإسرائيلية وفي ظل مساعي إسرائيلية لإجلاء سكان رفح إلى شمال القطاع قبل هجوم محتمل على المدينة تقول صحيفة إسرائيل نقلا عن مصادر إن مصر قد وجهت رسائل قوية لإسرائيل مفادها بأن عبور اللاجئين الفلسطينيين من غزة إلى سيناء سوف يعرض اتفاق السلامة بين مصر وإسرائيل للخطر على مدار الشهر الماضي كان محور فردلفي في صلب تصريحات إسرائيلية تستهدف السيطرة عليه قوبلت بردود مصرية حادة ترفض أي وجود إسرائيلي على امتداد المحور الذي يصنف على أنه منطقة عازلة بموجب معاهدة السلام لكن ما هي أهم بنود معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل؟ بطبيعة الحال أولى تلك البنود أن يلتزم الطرفان بإطار السلام في الشرق الأوسط والمتفق عليه باتفاقية كام ديفيد الموقع عام 78 كذلك تسحب إسرائيل بموجب هذه الاتفاقية كافة قواتها المسلحة والمدنية من سيناء إلى ما وراء الحدود الدولية بين مصر وفلسطين كما يتعهد الطرفان بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدام أحدهما ضد الآخر على نحو مباشر أو غير مباشر هذه الاتفاقية تنص كذلك على أن يقوم الطرفان بترتيبات أملية في المناطق محدودة التسليح وذلك في الأراضي المصرية والإسرائيلية ترجمة نانسي قنقر